السلام عليكم مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد اليوم هنصب معكم بتاطف الفران اللي كانت جيدة وصحية هنا اخدي ثلاثة البطاطات يعني استعملوا البطاطات الكمية اللي بغيتوا غسلتهم مزيان كيف كتشوفوا وغادي نقطعهم بهالطريقة اللي غادي تشوفوا بشكل طولي هنا تقدروا تقشرهم الى بغيتوا لكم كامل الاختيار قطع البطاطة ما تكونش غريضة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف باش ما تتحرق ليش في الفران يعني اه بينو بين بالنسبة الناس لما كي يقلوش القليب بزاف هالطريقة فعدي تتنفعكم بزاف هنا بعد ما قطعت كل شي غادي نضيف اه تواب اللي غادي اه نشرم البيوماد تلاطة هنا اضفت شوية ديل ابزار واحد شوية ديل تومة غبرة مليحة عندي هنا يا فلفل مدخن كي بقى اختياري ولا كي نضعت واحد انك هزوينة للبطاطة وعندي هنا تواب اللي شوية تهما اه اختياريين هنا تقدروا تضيفه الزعتا تقدروا تضيفه ازير يعني لكم كامل اختيار غادي نضيف اه تقريبا اه واحد جوشل مع الكبار ديل زيت الزيتون وغادي نخلط كل شي وغادي نجيب واحد طاوة فاش غادي نستفها هنا هندير واحد الورق ديل الطبخ وغادي نستف البطاطة ديلتي باش طيب مقعد ده غادي ندخلها الفران وغادي نشعل عليها الفوق والزحت ونطلقا من بعد ما طيب لنا الطاطة وهذه هي الطاطة من بعد نوجدت كتجي مقرمشة وليدة كنتمنى انها تنال اعجاب تيها لكم وتجربوها ما غاديش تندمو عليها وإلى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة